الحقيقة زي ما حضراتكم شفتوا جدول ترتيب الدولي العام المصري خلينا بقى ننتقل الى المباريات الافريقية والحقيقة مؤمن مع سموحة كل المباريات او كل الناس اللي اتفرجت على مباريات سموحة والفريق نجيلي في اولى المباريات انا ااسف فريق الكيني اولينزي ستارز فريق كيني في اياب دول الاثنين وثلاثين سموحة فازاربعة صفر كل الناس قالت لك انا حتى هنا اطلعت قلت لحضراتكم ان المباراة من المفترض ان هي تكون مباراة سهلة ولكن في كرة القدم مفيش حاجة اسمها سهلة كرة القدم لا تعترف في اي شيء الا 11 ضد 11 وحكم للمباراة هو اللي بايده كل هذه الامور ولكن هزم فريق سموحة بثلاثية نظيفة اليوم من فريق نادي ستارز الكيني ولكن تأهل نادي سموحة الى دور ال 16 بعد فوزه في المباراة الاولى باربعة اهداف مقابل لا شيء ايضا بكرة مباراتين مهمين جدا 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 مباراة النادي الاهلي وحكلم عليها مع حضراتكم مباراة نادي الزمالك طبعا الاهلي مع بيد فيست والزمالك ورينجرز النيجيري وفوز نادي الزمالك في المباراة الاولى باربعة اهداف مقابل هدف وحيد ايضا فوز النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء عندنا تأرير او عملنا تأرير خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن مباراتين غدا النادي الاهلي ضد بيد فيست ونادي الزمالك ضد رينجرز النيجيري وسط اجواء هادئة في انوغو ولاية الملوك ووكر النصور اقصى شمال ناجيريا وبمعنويات عالية وخطوات ايجابية يتطلع الزمالك لمهاجمة مضيفه رينجرز النيجيري اليوم الاحد في الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة في اياب دور الاثنين وثلاثين لدور الابطال الافريقي لكرة القدم وكان لقاء الذهاب باستاذ السلام قد انتهى بنتيجة مطمئنة للزمالك الذي فاز اربعة واحد باداء راقي وحضاري خاصة في الشوط الاول الذي استعاد معه عشاق وانصار الابيض الذكريات الجميلة لمدرسة الفن والهندسة وتعالت اهات اعجابهم مع مهارات الحاوي ليحفني والمبدعم الصفافتحي والعقرب استانلي وعن دليب الزمالك الجديد حسان فاولو الخلاصة ان المصالحة الجماهيرية التي شهدتها مباراة رينجرز يسعى نجوم الزمالك الى تعزيزها بنتيجة طيبة في لقاء اليوم رغم الحرارة والرطوبة وطبيعة الاجواء المتقلبة في نيجيريا اختتم الزمالك تدريباته امس على ملعب المباراة وفي نفس توقيتها المقرر له غدا ونفذ اللاعبون تعليمات الكابتن حلمي المدير الفني الذي طالبهم بها خلال محاضرة جمعتهم امس الاول بفندق الاقامة واستقر حلمي على تشكيل المباراة المحتمل اللا يخلو من جنش في حراسة المرمى بعد تخلف الشناوي عن التواجد مع البعثة واحمد فتوح واسلام جمال وعلي جبر واسامة ابراهيم في خط الظهر واحمد توفيق وطارق حامد ودونجا في خط الوسط وايمان حفني وستانلي تحت رأس الحرب الصريح حسان باولو ويهدف حلمي من وراء هذا التشكيل الى السيطرة على منطقة المناورات والتصدي لهجمات نصور رينجرز المحتملة من خط الوسط مع وجود انياب هجومية تتمثل في الثلاثي استانلي والحاوي وباولو وكانت بعثة الزمالك قد وصلت الى اينوغو النيجيرية يوم الخميس الماضي قادمة من اديسابابا بعد ترانزيت ساعتين ونصف الساعة حيث اقلعت من القاهرة الى اديسابابا ثم عودت التحليق مباشرة الى نيجيريا مكان اقامة المباراة وخاض الفريق تدريبات استشفائية بحمام السباحة فور وصول البعثة واستئنافها بتدريبات قوية امس الاول قبل ان يختتمها امس بوضع الرتوش النهائية حول الخطة والتشكيل ورفق بعثة الزمالك في نيجيريا تسعة عشر لاعبهم محمود جنش عمر صلاح في حراسة المرمى اسامة ابراهيم معالي جبر واسلام جمال وشوق السعيد واحمد ابو الفتوح ومحمد ناصف في خط الظهر وطارق حامد ومعروف يوسف واحمد توفيق ومحمود دونجا ومحمد ابراهيم ومصطفى فتحي وايمان حفني في خط الوسط وباسم مرسي وحسان باولو وستانلي وايمانويل مايوكا في الهجوم وتم استبعاث كل من محمود حمد الوينش ومحمد مجدي واحمد رفعت للاصابة وصلاح ريكو وحسني فتحي ومحمود عبد الرازق شيكابالا وابراهيم صلاح واحمد جعفر لاسباب فنية وتخلف عن السفر دون اذن ودون تقرير طبي الحارس احمد الشناوي الذي كان يستوجب عليه الحضور لمقر النادي وتوقيع الكشف الطبي عليها لتحديد امكانية سفره من عدمه وما حدث من الشناوي دون اختار جهازه الفني يعد تجاوزا لن ترضى به ادارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور في المقابل يسعى الفريق الناجيري الى تحقيق المفاجأة واستعدى للمباراة بشكل جيد على امل التعويض وهو ما يضعه الزمالك في اعتباره خاصة وان الكرة بها كل شيء وارد ولذلك سيهاجم الزمالك ولكن مع وجود مزيد من الحذر الدفاعي من ناحية اخرى يتطلع فارس القلعة الحمراء الاهلي لتجاوز عقبة بادفست الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم الاحد بتوقيت القاهرة في لقاء العودة بنفس المنافسات وكان لقاء الذهاب قد شهد فوزه بهدف نظيف لمدافعه العملاق احمد حجازي فرسان الاهلي على موعد اليوم بقيادة الجنرال حسام البدري لتخطي عقبة بطل جنوب افريقيا في مواجهة تحمل الكثير من الحزر والقليل من الخوف خاصة وان منافسهم يطمع هو الاخر في تحقيق المفاجأة الاهلي اختتم تدريباته اليوم في الثالثة والنصف عصر اليوم وبدأ بمحاضرة فنية ثم تقصيمة تتضمن البروفا النهائية للتشكيل الاساسي وبعض الجمل الفنية قبل ختام التدريب بتسديد ركلات الترقيح تحسبا للوصول اليها وتأكد انتظام مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم في تدريبات الفريق الجماعية واصبح جاهزا للمشاركة في المباراة ولعل ابرز ما يقلق الجهاز الفني للاهلي حسب تأكيدات مدير الكرة سيد عبد الحفيظ هي الرطوبة العالية التي تواجه الاهلي في جنوب افريقيا ومن المتوقع ان يبدأ النادي الاحمر المباراة بتشكيلة مكونة من كل من شريف اكرامي في حراسة المرمى علي معلول واحمد حجازي وسعد الدين سمير ومحمد هاني في خط الدفاع اما في خط الوسط عمر السلية وحسام عشور واحمد فتحي ويعتمد البدري في خط الهجوم على عبدالله سعيد ووليد سليمان وعمر جمال ويؤازر الاهلي في هذه المباراة عشرين مشجعا مصريا من جماهير النادي الاهلي وصلوا الى مطار جوهانسبورغ الجنوب افريقي يوم الجمعة قادمين من مصر لمؤازرة المارد الاحمر امام منافسه بادفست الجنوب افريقي ايضا ايضا هستنى تليفونات حضراتكم وحستنى كل تعليقات حضراتكم على صفحتنا على الفيسبوك ورائي حضراتكم في المباراة اللي هتقام او في المبارتين اللي هتقام غدا ان شاء الله مباراة النادي الاهلي ضد بيت فيست وايضا مباراة نادي الزمالك ضد رينجرز النيجين زي ما شفتوا حضراتكم كل المباراة اصبحت صعبة كل المباراة كل واحد النادي بيتكلم يعني الخبر اللي قدام النادي بيقول سيد عبد الحفيز بيقول ارضية مرعب بيت فيست جيدة والرطوبة مشكلة النادي الاهلي الرطوبة موجودة في معظم الدول الافريقية ولعبت النادي الاهلي مش اول مرة يسافروا الى الدول الافريقية وعارفين كويس جدا ان فيه رطوبة زي ما كان سموحة من شوية سمعات التعليق طبعا بيقول انه فعلا نقص الاكسجين بيؤثر على كابتن مؤمن سليمان بيقول ان نقص الاكسجين بيؤثر بشكل سلبي على اللاعبين وبيخليهم يفكروا بشكل اقل شوية من المعتاد يعني هل هو حضرتك رايح مش عارف هذا الكلام نفس الكلام لكابتن سيد عبد الحفيز هل كابتن سيد عبد الحفيز مش عارف ان فيه رطوبة كبيرة بتحصل في جنوب افريقيا او في معظم الدول الافريقية حتى الزمالك برضو اي تصريح بيخرج بهذا الشكل او في هذا السياق اعتقد ان هو تصريح غريب جدا لما الواحد يسمعه بعد هذا العمر الطويل جدا من الاندية الافريقية خصوصا من البطولات الافريقية نقاسف خصوصا للاهلي وللزمالك فطبعا الرطوبة بتؤثر وده طبيعي لان كل لعيبة النادي الاهلي معظمهم ما كانش كلهم لعبوا بطولات افريقية قبل كده وفازوا ببطولات افريقية قبل كده نفس الكلام بالنسبة للعيبة الزمالك قد يكون فريق سموحة هو اللي عنده يعني بعض العزر شوية ولكن اربع هداف قدر ان هو يتغلب تلاتة بس الحقيقة وصعد لدور الستاشر في البطولة الكون فيدرالي كابتن سيد عبد الحفيز تفقد ارضية ملعب بيت فيست بالجوهانس بيرج والمنتظر ان شاء الله اللي حتقام عليه هذه المواجهة بين النادي الاهلي وابت فيست غدا ان شاء الله في تمام الساعة الساعة الثالثة والنصف عصرا في اياب دور الاثنين وثلاثين بدوري ابطال افريقيا اشاد مش عارف النهاردة اشاد سيد عبد الحفيز بارضية ملعب بيت فيست ولكنه اشتكل من وجود رطوبة عالية في الملعب وخاصة النمران الاهلي الذي انطلق منذ قليل يقام عصرا وهو نفس التوقيت المباراة المنتظرة غدا نادي الاهلي بكرة حيرتدي زي زي مكون من الاميس الابيض والشرط الاسود والشراب الاحمر وتقرأ ان ارتدي فريق بيت فيست زي ابيض بالكامل وتم الاتفاق على كافة التفاصيل بترتيبات المباراة الاهلي طبعا حيلبس تي شيرت احمر وليت بيقول لي ان انا غلطت يقول طبيض يعني الاهلي عمره ما ليه بصوب يد فعا يعني ماشي مدرب بيت فيست يكشف لماذا اصر على مواجهة الاهلي عصرا برضو الكلام ده كلام محفوظ كل اي لعيب او اي فريق في افريقيا بيلعب نادي الاهلي او الزمالك او اي فريق من شمال افريقيا بتبقى المباراة دائما العصر ولما غير ما تسأل ليه لان اللعيبة دي او الناس دي عارفين كواس جدا نحن ابنتأثر بشكل سلبي بالحر الشديد اللي موجوده في الوقت بتاع الساعة 3 لان معظم مباراة الدولة المصري بتقام في في توقيت غير السعر 3.5 عموما عمالة تقرير مع جمهور النادي الاهلي عشان يقولون رأيهم في هذه المواجهة نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم بقية هذه الحلقة اشتركوا في القناة